السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله وأوقاتكم بكل خير في هذه الجمعة المباركة الدنيا رحلة لكسب الرزق في الدنيا والعمل الطيب المثمر للسعادة في الآخرة فمن المعروث القول اعمل لآخرتك كأنك تموت غد وأعمل لدنياك كأنك تبكى مخلط أمر بن الخطاب الفاروق دخل على المعتكفين في المسجد وسألهم من ينفق عليكم كل من قال أخوي أو أولدي أو أول فطردهم من الدرة أصى في يده أو شيء وأعطاهم حبال وأدوات للاحتطاب والبيع في السوق والارتزاق الدين الإسلامي من أعظم الأديان لأنه جاء آخر الأديان وما في الأديان من محاسن احتواها وما فيها من شيء لا يصلح للإنسان استبعده والغلو والتشدد ينفر من الدين وخاصة الأجيال الحديثة أجيالها الإنترنت وأجيال التسارع المعرفة هذولا يجب أن نزين الدين لهم لكي يلتزموا به أنا لأولاد كبار في السن الحمد لله بعضهم مهنهم عالية وكل حاجة وبعضهم مأمة مساجد ولكنهم يفهمون الدين وفقا لنص القرآن والسنة الصحيح ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها كل نفس بما كسبت رهينة إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء يعني أعرابي قال للرسول يا رسول الله أنا أرى الناس يصومون النهار ويقومون الليل ويبكون ويقولون ما ندري ندخل الجنة ولا ما ندخلها أعلمني بشيء إذا فعلت دخلت الجنة لأنني صاحب حلال وعيال ولا أستطيع أن أعمل مثل ما يعملون قال له الرسول أركاني الإسلام الخمسة قال إذا فعلت أدخل الجنة قال نعم قال والله لا أفعلنها ومن أزيد عليها وقد عصاه قال الرسول صلى الله عليه وسلم أفلح الأعراب إن صدق أكثر ما نعانيها الآن وهو مؤلم لأنا ولغيري وللعقلة ازدواجية السلوك يعني كثيرين من الناس يتكلمون كلام ويسلكون سلوك آخر إذا باعوك بضاعة قشوا فيها إذا وعدوك ما يفون يعني يقول لك أجيك كذا إن شاء الله وهو في قرارة نفسه عارف أنه ما هو بجاي أنا اشتغلت مع شركة اسمها كامان وولف تومبن أمريكية فعندما جاء أنا ما أدري إنه هو مدير الشرق الأوسط جاءني بسيارة قال هذه أنا كنت مسؤول الإجراء السريع اللي صلح السيارة خلال 24 ساعة جاءني وقال متى أجي أخذ سيارتي أنا ما دريت إنه مدير عام المنطقة قلت إن شاء الله بعد صلاة العصر أنا كان أقول بالإنجليزي قل بالإنجليزي أقول لا لا تقول إن شاء الله without meaning the Arab's nation they don't know what is the meaning of إن شاء الله قال أنتم يا العرب لا تعرفون معنى إن شاء الله تقولون إن شاء الله وأنتم أنتم صدحين ازدواجية السلوك وعدم الانضباط هي خرابنا وخراب تربيتنا كل الأديان جاءت لخدمة الإنسان لكي يعمر الأرض ومن عليها اسمحوا لي يا شايبكم ساهمت معكم بهذه الرسالة وقد اتهمتموني في هذا القروب وقال لي واحد أنت ألماني وأنت بعيد عن الإسلام قلت سامحك الله سامحك الله ما دام الله أكاد أبكي الآن ما دام كتابي القرآن ومحمد نبي كيف تقول لي هذا ترجمة نانسي قنقر